اعتذار بحجم الخطأ ذلك الذي نقله مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية للرئيس هادي نيابة عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تصريحات كيري قبل أيام في أبوظبي كانت قد نسفت أسس التسوية وشقت طريقا مختلفا لسلام محفوف بالمخاطر طرفاه التحالف والحوثيون واستبعدت السلطة الشرعية وكشفت عن المشروع الخاص للوزير كيري الذي عمل طيلة الفترة الماضية على توطين الحوثيين كأقلية طائفية في جسم الدولة اليمنية ثم تتقاطع في الأهداف والقناعات بين مضمون تصريحة كيري والدول الإقليمية التي زارها وأطلق في ختام زيارته لها تلك التصريحات المثيرة للجدل هذا التقاطع والذي شجع كيري كما يرى بعض المراقبين للدفع بالأزمة اليمنية إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين اتجهت معها أنظار المهتمين والمتابعين مباشرة صوب التحالف العربي بانتظار الإجابة على السؤال الكبير حلضح التحالف بالسلطة الشرعية التي دعته ومنحته شرعية التدخل العسكري في اليمن بريطانيا وعبر سفيرها سارعت إلى توضيح موقفها في السياق لما يمكن اعتباره تنظيف المخلفات الكارثية لمواقف كيري وتصريحاته بالتأكيد على أن بريطانيا لا تساوي بين السلطة الشرعية والانقلابيين غابة الهدنة التي أعلن عنها كيري وحضر الاعتذار عن الخطأ أمر من شأنه أن يضع حدا للمفاشآت غير السارة من جانب الأمريكيين الذين أمسكوا بخيوط اللعبة في الأزبة اليمنية ودفعوا بها نحو مآلة سيئة وخيارات صعبة أفسدت واحدة من أهم عمليات التحول السياسي في المنطقة والسؤال الذي يطرح اليوم بإلحاح ماذا بعد هذا الإخفاق الأمريكي في إدارة الملف اليمني وهل حان الوقت للعودة إلى مرجعية الحل السلمي والعمل بشكل مركز على إنهاء مسببات هذا التداعي الدموي الخطير لهذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر